اشتركوا في القناة كلها بالدور حول كيف نقدر نعيش بكليتنا مش كأجزاء متفرقة في تناغم مع الناس حوليننا والبيئة الفضول والشغف هو اللي خلاني أبدأ البودكاست وهو اللي يدفعني لاختيار المواضيع وضيوف البودكاست مرة تانية أهلا وسهلا وإن شاء الله تلاقوا شي مفيد في الحلقة وإذا في أي مواضيع تحبوا تسمعوها أو أشخاص تحبوا تسمعوا منهم اتواصلوا معايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا منال الدباغ واليوم حوار جديد مع اللي نبدأ الحوار اليوم الحوار هنبدأ مع سارة الرحيمي رائدة أعمال مؤسسة مشروع حياة أورغانيكس شغوفة بالإبداع وتعلم مهارات جديدة وأم لثلاثة أطفال الحوار اليوم حيكون عن ريادة الأعمال وخاصة المنشآت الصغيرة إيش المشاعر والمخاوف والمصاعب اللي بتكون معا إن الواحد يكون بدأ وبيستمر في مشروع كيف الاهتمام بالبيت والعمل وإيش الواحد يقدر يستفيدوا وإيش الواحد يقدر يخلي باله منه في هذه الرحلة سارة أهلا وسهلا سارة is a really good friend of mine صاحبتي ومرات كتير بنقعد نتكلم اليوم الحمد لله إنه we're recording this and دائما بنتكلم إحنا إيش بنسوي نغيب ونرجع نعمل reports لبعض أنا سويت كده ما أقدر تسوي هذا الشي فمرتاني أهلا وسهلا سارة أهلا منها أو لازم أقول لك قديش أنا مورة مبسوطة ولو المستمعين يقدروا يشوفوا قديش أنا مبتسمة يعني رح أتشقك أوكي إني أنا جاسة معاكي هنا وبدأ أخيرا بنسجل حوارنا مع بعض لأنه زي ما قالت منال يعني نتكلم مع بعض على طول ودائما نتسعيدة أني أتكلم معاكي وأسمع منك أوكي كيف سارة بدأت حياة أورغانيكس؟ بدأت حياة أورغانيكس قبل خمس سنوات كنت شايفة أنه في حاجة ماسة للمنتجات العضوية والأشياء الطبيعية العناية بالبشرة والجسم وقلت يعني ليل الحين ما حد سوى شي يعني كأنه كانت بنتي أكبر أطفالي يعني كان عمرها تسع سنوات في ذاك الوقت قبل خمس سنوات وزي اللي كنت باستنى أحد يعمل شي طول الوقت أنا بشتري البرودكت هذه أونلاين ليل الآن ما حد سوى شي you know what أنا رح أسوي وكانت بهالبساطة إني قررت إني أنا رح أجيب المنتجات الأورغانيك على السعودية الحاجة أم الأختراف بالضبط بالضبط خلاص أنا رح أحدم بالفضوع وعخلي المنتجات هذه موجودة أنا باستخدم منتجات حياة أورغانيكس مرة كتير قبل أسبوع سويت الصابون الحمد لله أنه في صابون أقدر استخدمه بس كيف كانت البداية هل سهل الموضوع هل لقيت أنه أوكي أنت كنت وقتها ربت بيت ومتفرغة لأطفالك كيف إحساس أنه والله أنا حبدأ مشروع وعندي ثلاثة أطفال كيف كان إيش كان بيصير في راسك بالأصاحب في هداك الوقت لأني حيما أنا تعفي سؤالك هذا رجعني على يوم معين كنت رايح أشوف فيه المنترس حقوني وكنت مرة متوترة وسترس أوت لأنه كان للأولاد لهم يمكن أسبوعين بيأكلوا سندويشات على العشاق وما بطلخ كويس وكانت الناني اللي في البيت يعني ما كانت شاطرة في الطبخ يعني إذا ما قلت لأشي تسوي ما تعفي تسوي شي فما قلت أعتمد عليها مثلا وزوجي طبعا في العمل وما دني هما هما عطوني نظرات ولا أنا حسست نفسي بهذا الشي بس قد ذلك كنت رايحة أشوف المنترس وجلس في السيارة وقعدت أبكي 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 لأنه كنت حاسة نفسي وأم فاشلة ولدها بيأكلوا سندويشات بس نفس الوقت ما أبغى أجلس أطبخ أبغى أروح أشوف المنترس في شي مهم أنا أبغى أشتغل عليه وأبغى أسوي ووقتها قد كالزوجي جاء كان طالع وشافني بالسيارة بأبكي قال لي إيش فيه قلت له أنا حاسة نفسي فاشلة والأولاد ما بيأكلوا وأنت شكلك زعلان قال لي صار خلاص It's okay We'll manage ندبر أمورنا روحي It's okay يعني خلاص Everything's gonna be okay روحي وبس وروحت ففي أيام تيجي صعبة وفي أيام تيجي مرة حلوة بعد بكم أسبوع من هذا الحدث كان فيه presentation للمشاريع حقتنا كان منترز يعني منترز أكثر من مشروع ومشروعي فاز audience award يعني اختيار الجمهور طبعا مرة مبساط يعني واو أوكي يعني حسوي شي الناس تحبه كان فيه reward ولا كان فيه يعني دفعة خلتك تمبسطي إنك أنت سويتي شي حسيت نفسي أنجست شي وكان شي أنجسته ما له علاقة بأولادي عارفة أعتقد إلي أن هذه الفترة كنت دائما أعرف عن نفسي أني أنا أم ونسيت أني أنا درست computer science في الجامعة أنسيت أشياء اهتماماتي يعني كنت دائما أحب أسوي arts and crafts الأشياء creative وكذا يعني بس طبعا مع أطفال ما في مجال لهالأشياء يعني كركبة وتخاف إحد يبلع شي ولا يحرق نفسه ولا يتعور بأدواتك يعني ما هي منأسبة للأطفال كان طفق أصغر واحد عندي كان عمره كان دوبه مولود فطبعا أمه ورضاعة وقد أرد أطفالي فترة طويلة فما في مجال للcreativity ما في مجال أنك تفكري بنفسك يعني من جد لمنحني يقول كويس أني تحممت كويس أني تحممت هذا الموضوع إنه كيف وناس كثير كمان يتكلموا على التوازن وإحنا تكلمنا في هذا الموضوع أقول كده وأظن إحنا اتنين اتفق إنه كلمة التوازن ما هي صح وما هو يعني شيء نقدر نوصله إنه حياتنا تكون متوازن دائما يعني أنت قلت إنه أولادك كان بياكل ساندويشات ده حين حياة أرغانيك سقربا خمس سنوات أنا متأكدة وأكيد في كان أوقات إنك حطيت الشغل على جنب لأنه أولادك يحتاجه صح؟ كثير يعني كثير فإحنا كأمهات عامة كأمهات بيشتغلوا وكأمهات بزيادة في ريادة الأعمال لأنهم بيكونوا يعني هما مسؤولين عن نفسهم في أوقات كتير شيء واحد هو اللي هيطلع واليوم إحنا بنسجل الحلقة هادي وأمس المساء طلع حلقة شارك تانك اللي أنت شاركت فيها يعني قمة السعادة أنت شاركت في شارك تانك واشتغلت عليه مرة كتير أكيد أنك سبتي أولادك وروحت اشتغلت عليه هل كان عندك إحساس برضو بهذا القلت؟ لا شوفي أعتقد أني وصلت مرحلة أحس أنه أول شيء كداما أحس لأفسي نقطع نفسي أنه لما تطلعوا الأولاد على المدرسة لازم أطبخ وليزم رحي لسوبر ماركت ويا الله هذه ناقصها حاجة وليزم أجيبها بان قلت تعرفي إيش؟ صار خلاص أنت ما عندك إلا من 6 ونص الصباح لما يطلعوا الأولاد عن المدرسة إلى نساة ثلاثة لما يرجعوا من المدرسة إنك تشتغلي وتركزي وكنت أحاول إحيان لما يرجعوا من المدرسة إنه أحاول أرود على إيميل وهما جلسين حولي وكنت أحس إنه خلاص عشان أريح نفسي دائما كنت متقطعة وقتي للشغل من 6 ونص إلى نساة ثلاثة ولما يرجعوا من 3 إلى 8 ونص المساء هذا ليهم هما ما أشتغل إلا لو مثلا كانوا درس الكراتي أو عارفوا عندي شوية وقت أشتغل بس لما وصلت لهذه القناعة إن أقسم وكتي بهالطريقة مرر تحت فحتى موضوع تحدي الهوامير شارك تانك اللي طلع على ريتانة الخليجية لما طلع لما جاني العرض إني أشترك في البرنامج أخذ اهتمامي كاملا وكانوا لما يرجع الأولاد إذا فيه حاجة بأشتغل عليها أقول لهم ما عليش أنا حطل على الغرفة فيه شي مهم لازم أشتغل عليه وعرفتهم إنه هذا وكتي فيه حاجة مهمة أبو أشتغل عليها أعطوني ساعة ولما أرجع حاجة أجلس معاكم لتفرس الفيزيون سوا ولما أخلص هذا الشي حين أطلع على السوق ولما أخلص هذا الشي رح أشتغل معاك على هذا الشي فهذا حسستهم إنه هم جزء من حياتي لازم يعطوني هذا الشي عشان أنا أعطيهم والحمد لله إنه هم كمان يعني صاروا في عمر إنه ميفهموا وأتكلم معهم ميفهموا علي وأحس كان بعدين جاني قناعة يعني جتني الفكرة أنا لازم أربيهم يحترموا وكتي عشان يارفوا يحترموا وقتهم مثلا لا تضيعوا وقتكم في شيء مو مهم أو مثلا ما حتقررنا قصة اليوم بالليل حقراركم قصة بس لازم تتحمم ولازم تتعشى وتخلص أي شيء عليك وإذا قررت حتشوف تلفزيون ترى ما حنقرأ قصة لأنه لازم تكون في السرير على الساعة 8 ونص فكانت تيجي أيام هم يقرروا تشوفوا تلفزيون كتير ويروحوا ليهم وقت القصة فصاروا يعرفوا أوكي إذا وقت القصة عندنا أهم نحن نوقف تلفزيون على شماء وتقرأنا القصة فصار عندي الوعي وفلن حاسة نفسي فخورة بهذا الشيء نفسي أني أنا علمتهم يحترموا وقتهم ويعرفوا أعطي أولويات يرتب أولوياتهم لأنه برضو هذا الشيء يعني فكرة أنه والله في شيء هل الأولاد أهم أو الشغل أهم برضو مرة صعبة ويعني بتخلي الواحد يفضل كأم من توتر كل شيء له مكانه كل شيء له وقته وفي أيام صحيح الشغل هيكون أهم وحيكون لأنه لازم مثلا في شغلة معينة لازم تسير في أوقات لا خلاص الواحد يقدر يخصص أفكاره كلها ووقته كلها لشيء مختلف خلينا قبل ما ننتقل للموضوع تاني درجة نتكلم على الإكسپيرينس حقتك مع شاركتان اللي هو تحدي الهوامير أوكي كيف كانت وإيش إحساسك بسارة وبحياة أورغانيك اللي نقدر نقولها يعني البيبي الصغير حقك اللي عمره خمسة سنين كان هذا يعني شعور لا يوصف منال يعني يمكن تهيل في أنت أنه أنا قبل قبل ما أطلع على البرنامج يعني بالصيف كنت يمكن مقررة أنه خلاص يمكن هذا مو مكتوب لي لأني قعد أتعب عليه صارت لي مشاكل كثير من خسرت المعمل حقي صارت نقلت أغراضي على شقة ما عجبني الشغل في الشقة يعني حسيت نفسي زي برجع على ورا كتير وماني عارفة كيف رح أمشي قدام يحتاج المشروع تمويل ما قعد يطلع المشروع زي ما أنا أبغى حسيت يمكن خلاص يمكن هذه هي نهاية القصة حقا حياة أورغانيكس أفتكر اللقاء ذاك اليوم اللي قلت لي خلاص حتى أنت كنت بنت تسألي إنه إيش أنا كيف حكون شعوري لما لو حياة أورغانيكس اختفت وكان جوابك إنه إحساس بالراحة صح كذا حسيت إنه يستأسأل نفسي لو لا سمح الله زوجي مثلا يضطر ينقل شغله وحننقل على دبي مثلا فأنا حضطر أترك شغلي يعني غصبا عني رح أضطر أترك حياة أورغانيكس مو بيدي بس كيف حكون شعوري و قلت لك ححس إنه خلاص حرتاح شأن هم ونزاح لأنه فعلا كنت مرحلة مني عارفة ون أروح و هلأ أركز على سوشيال ميديا وماركتين هلأ أعمل بلوغ هلأ أعمل فيديو ولا أركز على المبيعات وكنت مرة مرة متوترة من هل الموضوع وقررت you know what في أشياء كتير أبو أسويها يعني شوي طفشانة من الشغل ونفسي أدخل في التصوير ونفسي أدخل في الـ graphic design ونفسي كذا أرجع للأشياء الإبداعية هادي لأنني أنا وأنا صغيرة أحب أنتج أحب أخترع شي جديد أو أكون شي جديد أو يطلع بيدي شي جديد و قلت you know what العلم هذا اللي تعلمت كله في حياة أورغانيكس أش حسوي فيه يعني مو مع كل خلاص حفتح صفحة completely جديدة حسيت لا you know what رح أعلم رح أعلم ناس العلم اللي أنا تعلمته رح أعمل كورسات كانوا كتير بنات بيسألوا كيف نعمل الصابون حسيت المحتوى عن صناعة الصابون بالعربي ما هو وافي قلت أنا ممكن أعلم وقررت رح أعمل كتاب ولا كورس عن صناعة الصابون وبدأت أشتغل فيه وأخذت كورسات في Graphic Design وأخذت كورسات في التصوير هذا في فترة الصيف تحية أنا شفت قلت لك هذه إنه خلاص أبغى أوقف أو الشكلي رح أوقف ما أنا عارفة كيف رح أوقف قلت حسيبه أشوف أشي يصير وروحنا إجازة وفي الإجازة سجلت نفسي في كورسات وبدأت أشتغل فيها رجعنا في سبتمبر وبدأت أشتغل على الكورس حقي بعدين جت المكالمة إنه هل تحبيت تشتركي في برنامج تحدي الهوامير جت من السماء جت من السماء لأن فيكت وسبح الله هنا فيه أشياء مهمة تتذكري وين كنتي بالضبط وإيش كنتي بتسوي لما جاتك مكالمة ولما جاكي خبر صح؟ أنا كنت على الكنبة دائما بنامش شوية على الكنبة قبل أن يجي الأولاد من المدرسة 20 minutes تعسيلة وعالتا أضف في التليفون أحطه على السايلنت عشان هذه 20 دقيقة فعلا أرتاح فيها وهذاك اليوم ما حطيته على السايلنت وردنا التليفون وبرضو ردت عليه مدري ليش ردت عليه ويقول تحبي تسجلي في برنامج تحدي الهوامير قلت طيب يعني what's gonna happen إيش الإجراءات قلت إنتي تسجلي بالفورم وإذا قبلت نرجع نكلمك وإذا قبلت يعني ترجع تروحي على بوت كامب بورشة عمل وإذا نرجحتي فيها بعد أن تروحي على البرنامج أنا قلت يعني إيش وراء يعني يعني بعد كل هذا وأنا خلاص قررت أني أقفل ومهو ماشي يلا كمان فورم أعبي مو مشكلة إيش ورايا والله عبيته وكلموني مبروك حد أطلع على البرنامج وبرضو مرضي تأفرح مرضي تأفرح لسه في مود أني كنتي حتقفل حيالة يعني لسه في مود أنه ترى هذا الشي ممكن مو مكتوب لي أي عارفة ونجحت فرشة العمل ونجحت فرشة العمل يعني كان فيه زي بانل كان زي هما رواد أعمال تانيين يقيموا المشاريع اللي تتقدم لهم وتقيم مشروعي ونجح like oh my god راح أطلع على البرنامج وكان شعوري شوي منال يعني واحد أحيان خاف من الفشل قدام الجمهور يعني بيني وبينك أنا أنت صاحبة أقول لك فشلت منال وقررت يعني أقفل عادي كذا يعني في مكان آمن وحا تبطبي علي وتقولي ما علش وانتي قادر وكذا بس كان عندي شعور طب راح أقدم ملايين المشاهدين حيشوفوني وإذا فشلت بعدين قررت you know what في واحدة بسمع لها اسمها Amy Porterfield Podcast وتقول شي زي أنه هي قررت في حياتها أنه I'm going to play a big game يعني ليش واحد يستصغر ويلعب أشياء كده مهمشة أو يتخذ قرارة صغيرة جدا تعتبر مهمشة وأنه خلاص لازم واحد يحضر على المسرح لازم يحضر ويقدم شي كبير عشان تصير أشياء كبيرة في حياتك إذا طويل ما إحنا بنستخدم نعمل أشياء بسيطة 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 هي إن شاء الله في يوم من الأيام راح تتجمع وتعمل شي كبير فأنا قررت I'm going to play a big game وإذا فشلت فشلت بس عارفة إنه هذه فرصة فرصة عمر إذا أنا ما عطيتها طاقتي واهتمامي وقدمت قد ما أقدر خلاص هي هذه آخر فرصة خلاص فعلا مو مكتوب لي هذا المشروع وقعدنا أسبوعين ثلاثة نحضر في منتورين في تعرف بالطبط إيش هو يسمعوا منك المستثبرين ورتبت هذه المواضيع كلها ورحت على جدة وقدمت المشروع و صراحة تشوفي الفيديو أنا تصورت الحلقة أو المقطع تصور الساعة واحدة في الليل وكنت مرة تعبانة ومرة متوترة ماني راضية هم يسألوني جاهزة أقول لهم لا جاهزة أقول لهم لا عزيت ماني متمكنة من المحتوى والأشياء اللي أبو أقدمها لنخلصها هذه آخر فرصة هرح أعطيها لازم أكون جاهزة سألوا حتى اللي يقول لهم أنا جاهزة الحين جاهزة في الحلقة كنتي بتتكلمي والشغف والحب للشي اللي أنت بتسويه كان أنا بالنسبة لي كان مرة باين وطبعا باين في كل البرودكت أصلا بس هذه واحدة من الأشياء إن واحدة لما يكون عنده إيمان ولا يعني حب للمشروع حقه بس برضو في نفس الوقت لما لقيت في الصيف قبلها إنه كل المشهودة اللي أنت بتحطيه ما بيد النتيجة اللي أنت بغيها يعني شيء برضو بتهيئلي في ريادة الأعمال مرة مهم إن الواحد يعرف متى يقول خلاص أنا ما أقدر يعني أغصب نفسي إنه المشروع ينجح يعني وبعدين زي هذه المرة ربنا نجيبها من ما كنت أنت ما روحتي وقلتي أنا أبغى أكون في هذا البرنامج وأنا أبغى أسوي وإمكان لو قعدتي وعملتي عصف ذهني وقعدتي تفكري أنا كيف أقدر أخلي المشروع وكيف أقدر ألاقي مستثمرين ممكن ما كان جاء في بالك البرنامج هذا بس إنه أنت قلتي خلاص كلها يلا إيش ورانا صابت صابت ما صابت خلاص أعرف إنه هو هذا مشروع فهذا بتهيئ يعني شفت مختلف سار فيكي أنت داخليا مش أحد يعني أقنعك فيه يعني ومش ناتج أني ما عندك ثقة في الشي اللي أنت بتسويه بس لما تيجي إشارات مرة كتير من الحكمة أن الواحد يقول خلاص أنا ما بغى أسوي هذا الشي و حرجع لنقطة أنت قلتي أخدت الكورسات في الصيف بس أنت الكورسات اللي أخدتها graphic design وقلتي ححط pause على حياة organic ولا حقفله نهائيا وقررت إنك تسوي شي تنبسط في ينمي عندك الإبداع وسويت الكورس في graphic designing وجاتك فكرة أنك أنت تسويها واشتغلت فيها مدة شهر شهرين وكان عندك إنتاج التاتوز اللي اللي سويتها اللي هي عشان اتسموها تاتوز اللي هي شو اسمي زي اللبان اللي كنا نأكلها نرصك على يدنا بس يعني هذا يمكن أثار عندك شوية الحب هذا اللي أو أنا أنجزت أنا سويت شي أحب أسوي كيف كان شعورك في هداك الفترة وانت قاعدة عندك مشروع له خمسة سنين في منتجات تجميلية وأورغانيكس ولقيت نفسك بتسوي graphic designing وتاتوز للعيد الوطني واليوم الوطني هل كان فيك شوية صراع عن إيش بأسوي هل بأضيع وكتي هل بأسوي شي ولا كنت مبسوطة فيه كنت مرة مبسوطة أحيس أنه أحيانا وهذا لاحظته في نفسي أحيانا لما أكون حاسة أنه مشروعي ما هو ناجح يعني خلال خمس سنوات هذه كلها وتيجعين يقول خلاص ما أبغى هقفل بعدين أخذ يومين ثلاثة وأنا زعلانة ومض ضايقة وجالسة يعني مكتئبة ومن أنا أحس يعني خليني أشتغل على شي تاني خليني أنا بطرز شوية بعمل كروشير شوية بعمل بالسنارة لما يعني أدليه شوية بهذه الأشياء اللي أنا أحبها وأبدع فيها أقوم أنجز أشياء بسيطة أوريها للصحبات وقولوا لي واو نايس كيف سويت يرجع لي ثقتي بنفسي فأحيانا الثقة في النفس والثقة في المشروع ولا الثقة في المنتج تنزل لأنه في أشياء صعاب قاعدة تواجهك فسهل جدا أن تروح هذه الثقة لكن كان أي إنجاز بسيط حتى لو كان كومنت من أحد حتى لو جاء أوردر بسيط على أونلاين في أحد يبقى يشتري في أحد سأل يمكن it's not the end أوكي شوية شوية ترجع الطاقة مرة تانية ترجع يرجع الحماس يرجع يلا وين كنت أنا قبل أسبوعين لما وقفت على إيش كنت بشتغل إيش اللي حطيت وقفت إيش الإيميل اللي ما ردت عليه خليني يلا أرجع حرك العجلة مرة تانية وأدخل في الشغل عارفة وهذه الأشياء الجانبية كلها تروح توقف وقعدها مجمعة بروجيكت صغيرة ومشاريع صغيرة أريد أن أشتغل فيها بس تستناني أرجع لها من أحتاجها لأنه فيه ناس كتير يمكن أن يكون عندهم فكرة سواء في ريادة الأعمال ولا في العمل عموما أنه لازم كل وقتك كل وقتك الفاضي لازم يروح له لازم أنجز شيء لازم أعمل يعني فكرة النجاح والإنجاز يعني فكرة مرة عميقة وكبيرة أنه الواحد لازم دائما يعمل 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 وحتى عفوا على المقاطعة أنا في القراءة كل القراءاتي صارت في البيزنس والماركتين والسوشيال ميديا واتعبت شوية طفشت نفسي أقرأ نوفل نفسي أقرأ رواية حلوة بس ما أحد يقولي سارة هذا الكتاب حلو إقرأيه عشان كمان ما بوضيع وكتي في شي ما حيطلع حلو بس برضو طفشت فأحس فلما أوصل المراحل اللي أنا في الحضيط وألتهي أشياء تانية أحبها أحس أوكي كان لازم هذا الشيء أسوي من أول كان لازم يكون جزء من حياتي يمكن الويك أند فعلا ما لازم أشتغل في الويك أند لازم الويك أند يكون هذه البروجيكت الصغيرة اللي تحسسني بالإنجليز نقول little wins إنجازات وسكساس نجاحات صغيرة مرة تفرق مرة مرة كثير تفرق معايا لما سألتك كيف تبغي كيف تبغيني أن أعرف بيك وإيش تبغي الناس يعرف عنك الإبداع كان واحد من الأشياء اللي قلتيها فهي حاجة إنه الواحد يبدع ويسوي شيء يحب يسوي فأبدا ما هو تضيعي وقت بالعكس يعني زي ما الواحد يقول الpower bar اللي الواحد يخليه يقدر يسوي أكتر فإيش تقدري يعني من هذه التجربة لأي أحد مثلا بواحدة وتبدأ في مشروع في ريادة أعمال إيش تقدري في هذه النقطة بذات تنصح فيها أي أحد سواء سيدة أو راجل إنه في ريادة الأعمال إيش تقدري تقولي له أقدر أقول له أو أقول لها إنها تكون شغوفة بالرحلة شغوفة بالعمل تسأل نفسها ليش هي بتعمل هذا الشيء فمثلا أنا كنت أبو أحلم مشكلة أحاس أنه مجتمعنا محتاج هذه المنتجات بعدين يعني في الشغل الواحد ينسى هذا لأنه فيه أشياء فيه تفاصيل كتير ينتماني تقولي دائما بتفكر أنا ليش وأنا ليش وأشهده في السامي في المشروع يعني مرة مهم إنه الواحد يستمتع في الرحلة خير نقول ويستمتع في التعلم وما يعمل حاجز بينه وبين أنه يتعلم شي جديد ما يعرفه في حال إحنا في عصر Oh my God يعني ما في ولا شي ما في يتعلمي يعني أمونا لا تحر في أحد يعلمك تعمل تسأل أونلاين ولا على يوتيوب أو حتلاقي results كثير وأعتقد هذه الطبيعة اللي فيها النظرة للتعلم أنا أحب أتعلم كل شي يعني مو لازم أكون top فيه وأفهم كل شي فيه بس أحب أفهم فيه شي لأنه كمان إذا صار عندي موظفين وحيضروا مثلا هذا حييمسك social media وهذا حييمسك PR وهذا أعتقد لازم أعرف شوية من كل شي من شغلهم ومو لازم أكون expert ولا consultant في الموضوع بس أنا إلى الآن ما عندي موظفين واضطريت أعلم نفسي أشياء كثير منها graphic design والتصوير والsocial media والفايسبوك والآد بس فعلا ممكن الواحد يحس نفسه overwhelmed يعني ضايع ضايع بين الأشياء كثيرة اللي لازم يتعلمها بس هي اللي تفرق معاك في الرحلة أخذيها إنه هي خطوة خطوة ما في أحد ينجح في يوم وليلة it might seem like it ممكن يبدو لكي إنه أحد نجح فجأة يعني سمعت عنه قبل كم سنة وفجأة أو والله ناجح ويطلع على التلفزيون لا تصار في أشياء كثير قبلها وفيه شغل وفيه تعب وفيه stress وفيه تقطيع نفس خاصة إذا أنت يقوم وعندك أطفال حاولي إنك لا تقارني نفسك بأحد يا إلهي يا إلهي هذا بكاست ثاني بس أحيانا في المنافسة في المنافسة إنه سواء إنه رائدة أعمال ونجحة وإنتي لسه ما نجحتي سواء هي أم وأولادها ممرة شاطرين وبسووا أشياء كثير وأنت أولادك بتفرجتنا في زيون كثير لا تقارني خلي كل واحد في نفسه خليكي أنت في نفسك وفي عيلتك وفي أولادك وسول لي ناسك فمثلا في الأيام اللي أنا أكون مركزة على الشغل وقلت لأولادي أنا رح أشتغل على هذا الشي لمدة ساعة ولما أخلص رح نطلع روحوا ترجع تلفزيون روحوا بعدها على الآيباد بس لا تتعجوني لأنه خلال وهذا وقتهم وحنطلع مع بعض وحنرجع وحسوي أشياء تانية مفيدة ويمكن يجب تقعد على تلفزيون تاني هذا موضوع التلفزيون والسكوين تايم اللي صار كده عمل سترس لكثير ناس بس أنا أعرف أن الحمد لله أولادي بيعملوا أشياء كثير تانية وإذا تفرج تلفزيون يعني العمل البيت ريالة الأعمال كلها يعني كلما تشاعب في بعض ما نقدر نقول لا أنا لازم يسير كده لازم يسير كده طبعا المقارنة المقارنة حتى مع نفسنا يعني لا أنا لازم يسوي كده يعني أنا ليش سألتك على حكاة الـ graphic design والتاتوز لأنه ممكن ناس كتير يجي يقول سارة هي كانت بتسوي beauty products ودحين قاعدة بتسوي تاتوز إيش هل هي طفشة من هداك الموضوع ولا عندها شعترة أفكار بس ما هم مستوعبين إنه graphic designing والdesigns اللي سويتينها مرة كول شاسمه قدتك يعني دفعة كبيرة إنك خدتي break سويت شي لنفسك أممكن ما حيصير مشروع كبير وحتطلع منه أممكن ألاف ولا حتى ميات بس إنك حسيت بإنجاز منال وزعت التاتوز ببلاش دفعت عليها كتير وبين وزعتها ببلاش كان إحساسي إن أنا سويت شي والناس حبته ومبسوطة عليه إضاهي إنه أعمل منه مشروع يمكن أعمله مشروع بعدين I don't know بس كان الهدف منه إني أخذ المهارات اللي تعلمتها وعمل منها شي إحنا محتاجينه كان جاي اليوم العالمي في المدرسة والجالية السعودية ما كان عندها تاتوز وأنا قررت إن أنا رح أقفر لها تاتوز فما قد أعرف شي ما كان عندي أي خبرة في كيف تتنعمل التاتوز وكيف أي ما قد أعرف ولا شي عن غرافيك ديزاين بس رح تتعلمت علشان أنت تحسيت أنه هذا الشي له مردود نفسي مرة كبير ليكي يعني هذه فكرة أنه الواحد يسوي أشياء يحب يسويها مهما كانت صغيرة مهما كان أنه أشخاص كتير حوالينه يقول هذه ما لها هدف ولا إيش حتسوي فيها ولا ما تعتبر نجاح ولا إنجاز أنه الواحد يسوي شي يحب يسوي يعني مجرد أنه قلتي القراءة يعني أنا بالنسبة لقراءة يعني متعة مرة كبيرة ولما جات فترة ما كنت أقرأ لا أبغى أقرأ يعني شي الواحد يسوي وما حد داري عني قرأته لما قرأته يمكن أقرأ كتاب سخيف ما أستفيد منه ولا شي أنا أعتقد أي شي الواحد يقرأه له شي يفيده بس إنه الواحد يسوي شي يستمتع المتعة يعني فكرة تقريبا ما أقدر أقول معدومة بس ما هي داخلة في حياتنا ما لها أهمية إيش يعني حتروحي تنبصي ليش وخالي واحد من الأسئلة لأنا كتبتها بدي أسألك هي إيش لقيت أكتر شي بيساعدك في رحلة ريادة الأعمال هادي ومنها لأنه لما كنا نكون نتكلم نحتاج فهو السؤال إيش لقيت من أكتر الأشياء اللي خلينا أقول ما حتقلك إنها مرة تساعد يعني فكرة إنه كنت تسوي شيء إبداعي سواء تطريز ولا شيء يديك ثقتك بنفسك هادي ما أسمعها في كتب ريادة الأعمال اللي على الأقل اللي أنا قرأتها إيش الأشياء الثانية اللي ساعدتك قدتك يعني ما لها أمكن علاقة بال بالتجارة نفسها بس ساعدتك إنك تنجح في الخلال خمس سنوات شغلتين مينسات النظرة وال كيف فكر هي مينسات بالعربي و بالإنجليزي مينسات إيجابي أوكي إنه الواحد يكون إيجابي يتقبل التغيرات و يعني اللي يتقبل التغيرات يتقبل يتعلم الشيء اللي ما يعرفه هذه هذه شغلة والشيء الثاني الحلقة للأصدقاء اللي كانت حولي في ناس يعني صديقاتي منهم انتي تعفين وكنا نجتمع بين فترة وفترة وكلك كذا منال صار معايا وأنا مبسوطة أنا زعلانة نجحت في هذا الشيء فشلت في هذا الشيء مني أعرف لشي أسوي وتعطيني الدفعة الإيجابية أرجع مبسوطة وإحيانا هذه الفطفضة بس نيجي تتكلمت معاكي خاصة أوكي طلعت اللي عندي أوكي يلا نرجع على الشغل عارفة بس قبل ما أتكلم بصوت عالي تقول جالس جوا قاعد يمنعني من أني أتقدم ولا أستمر ولا أرجع على العمل صديقاتي اللي كان يقولوا لا معلش حتنفك حتنحل خليكي ترى اشتغلتي كتير المنجدة وجد عارفة يعني استمري 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 هذول الشغلتين الإيجابية والحلقة الصديقات الإيجابية وبعدين في حاجة أنه مون كل أحد يستاهل أو له الحق أنه يسمع قصتك يعني عارفة هذه من مين أخذتها يمكن من برني براون برني براون مون كل أحد يستاهل أو له الحق أنه يسمع قصتك فأنا ما أجي أفضفط لأي أحد وممكن أكون قررت أنه هذه الوحدة رح أفضفط لها بس ما أحس تجاوبها معاي كان زي ما أبغى أو ما كانت مركزة معايا أو ما كانت مرة مهتمة أو فهي ما أرجع أفضفط لها مرة تانية أوكي وممكن أنا أفضفط لأحد في حاجة معينة شخصية وممكن أفضفط لأحد تاني بحاجة لها علاقة بالعمل بس مو كل أحد مستع يعني earned earned the right يستحق أنه يسمع القصة أو أنه يدعمني وأنت بتتكلم أفتكرت مرة أتقابلنا كنا إحنا اتنين مرة طفشانين وقرفانين وما نبقى نسوي ولا شي في حياتنا وكان في الليل رحنا أظن كده كنا كده من إحنا إحنين كنا هو التعبير الأسائل من جد اللي هو ما نبقى نسوي لشي أظن وقتها كان عندك معارض وطفشانة من اللي أنت بتسوي أنا كمان كنت طفشانة من المهم كده قاعدنا يعني إمكان حتى ما كانت أقدر أقول إنها قاعدة إيجابية بس حسيت إنه أنت فهمتني أنا إيش في دحينا وإحنا الإتنين قاعدين بس كده بخ مع بعض وقمنا وخلاص وانتهى الموضوع وبعد كده يعني ما أفتكر بالضبط إيش اللي سار بس كان أفتكر إنها كانت بقول أوه الحمد لله أقدر ألاقي أحد إني أنا أنا ما لي أخل كتير بس أقدر أقعد معاهم وأقول إنه ترى أنا ما لي أخل أشوف أحد بس كويس إن أنا بشوف لإني أحتاج أحد أقول له أنا ما لي أخل يعني إنه هي حاجة يعني حاجة أساسية إنه نلاقي أحد نتكلم معه نطلع الأفكار حتى لو الأفكار ما لها منطق ولا يعني ولا هي إيجابية لأنه كمان مرات كتير متعب إنه كل ما نجي نبغا نتكلم عن أشياء متعبة ولا أفكار خلاص باطنش وما بغى سوى ولا شي ولا بغى قفل الشغل نحتاج إنه أحد يقول لنا طيب إيوه أنت قرفانة شكلي قرفانة خليكي قرفانة شوية ترى إتسوكي إنك تكوني طفشانة يعني مرات مو دائما نحتاج أحد يقول لنا لا أنت تقدر تسويها ويرفعنا لا أنا بغى نلاقي شخص اللي يسمعنا ويتقبل إحنا إيش بيصير معنا الآن يعني فهذه يمكن برضو ما بيتكلى أتكلى سمعتي عنها لما بدأت تشتغلي أو لما قرأت عن ريادة العمال أبدا أبدا كنت محظوظة يعني إني لقيتك وأنه فهمنا على بعض وفهمنا احتياجات بعض يعني صح أنا ممكن أشوفك وأحس ينا ما رح أعطيها نصيحة هي ما تبغى تسمع مني نصيحة الآن ما تبغاني أرفعها تبغى بس تتكلم ونكون كده طفشانين مع بعض وكل واحد يرجع بيته ولأنه أنا عارفة لأنني عارفة أنك أنت بس محتاجة تفتفض ويبكر لما تصحي الصباح حيكون أحسن حيكون أحسن بزبط يعني فهذه يمكن نقطتين بتقدر احتاج ممكن تكتب عليها كتاب تجربتك ورحلة ريادة الأعمال إنه كيف الواحد يحتاج إنه يسوي شي يحب يسوي I'm gonna do that actually فكرة مرة حلوة Yes, yes وإن شاء الله أكتب الكتاب ولا البلغ والناس التنين يستفيدوا منها لأنها حاجة إنه نقدر نسوي أول شي شي نستمتع فيه يثير شغفنا نفسيتنا تتحسن شوية أحسن وتخلينا يدينا دفع نسوي الأشياء الثانية وإنه نلاقي أحد يعني support يدعمنا مهما إحنا كنا وف يعني دحين recently أنا بقرعنا الجهاز العصبي وكيف إحنا يعني الوايرز حقتنا في جزء كبير من الجهاز العصبي إنه relational إنه كيف إحنا خلقنا في مجموعات إنه إحنا نتكلم مع ناس تانيين ونبغى أحد يسمعنا ونبغى نسمع للناس تانيين فهي حاجة حتى نقدر نقول البيولوجيا إنه نلاقي أحد إنه نتواصل بعان إنه يشوفنا ف إمكن لا أحد يحسب إنه والله لما يخرج معناته والله هذا تضيع وقت أبدا ما أبدا ما تضيع وقت فعلا وأعتقد كما نرجع لحلقة الأشخاص اللي حواليكي لأنه هي مو ما ضيعت وقت هي كما اختيار الحلقة اختيار صح؟ إيش كما أقول؟ أبو أقول إنه في ناس مثلا تحب الطريقة اللي هي تستعيد طاقتها في ناس تستعيد طاقتها لما تكون في مجموعات كبيرة وفينا اللي هم الأكسترورتس وفي ناس تستعيد طاقتها لما تكون مع ولا أحد أو تتكلم مع شخص واحد في موضوع كذا فطفضة ولا بأرياحية وأحيث لازم نعرف نفسنا يعني تجلس مع نفسك وتعرف أنت كيف تسترجع طاقتك بتا بتكون مبسوطة هل أنت بتعملي هذي الطلعة ولا هذي الخرجة لأنك أنت محتاجتها ولا أنك بتجاملي ولا مخصوبة ولا ما حد مخصوب بس يعني بيجامل شوية مخصوبة شوية مخصوبة صح نعتقد أن إحنا لازم نسوي الشيء علشان أشياء خارجية أيوة بس بلان أحيان تشبر نفسك لقلت أنا وعدت فلانا وصحيح رايحة مجاملة بس روحت والله مبسط بفعل أنت مبسطي فألفي موضوع تاني أحسه أي موضوع تاني بس هي يعني له علاقة أنه إحنا محتاجين نكون حولين الناس ولو علاقة بمثلا لأنها ريالة العمال لأنه أنت كيف تشحني طاقتك علشان تقدر تبدعي في الشغل اللي أنت بتسويه فهي يعني نقطة مرة مهمة أن الواحد أعرف إيش اللي خليني يشحني طاقتي هل هي أني أشوف أخرج مع مجموعة كبيرة هل هي أني أنام هل هي أني أقعد أتفرج على فيلم ولا أقرأ كتاب ولا أسوي أي شي إيش وبتختلف من وقت لتاني يعني أنه إيش اللي أنا يساعدني ومش ضروري يكون له علاقة أساسية في الرياضة العمال ولا في المشروع اللي أنا بشتغل فيه يعني مش والله أنه أنت عندك beauty products والمنتجات العضوية والمنتجات التجميل مش لازم كل وقتك يكون تتكلمي مع ناس أخصائيين ولا بتقري كتب في رياضة العمال لا أنت تحتاجي أنك تسوي تاتوز لليوم العالمي وهذه أشبعتي الرغبة هذه وطلعت منها بنتيجة طبعا هذا ممكن سارة ممكن نسجل معاك عشر علاقات وحسن وحسن البودكاست جاء من كده يعني من واحد من الأفكار أنه لابن نقول نتكلم فيه كلام كتير بيطلع مهما حاولنا نحن نحط في رأسنا ولا نفكر فيه ما في جاء زي أن الواحد يقول يتكلم مع أحد ونتبادل الأفكار وطبعا يتعلم طيب علشان خلاص نبدأ نختم الحلقة إيش مع كل هذه الإكسپيريينس اللي مريتي فيها من ناحية رياضة العمال الأمومة البيت الناس إيش لو أنا بغى بدأ مشروع والواحدة تبقى تبدأ مشروع إيش تقولي لها ابتقي ما أدري كيف بس ابتقي إذا أنت تبقى تتعلم يعني تبقي تبيعي كوكيز بيعي كوكيز سوي كوكيز تحطيها في صحن وبيعيها في أي مكان في مدرسة أولادك ولا في بازار ابتقي لأنه بتتعلمي من كل خطوة بتتخديها ولما تتعلمي بتحسني أو بتعملي وتخطئي وبتعدلي ومن التجربة تيجي المهارة تيجي الخطوات التالية يعني أنا أكتر شي يعني لما أنا بدأت المشروع إيش اللي ألهمني كنا أيامها ساكنين في كاوست وكان في مركز زيادة الأعمال مخصص للطلاب حقهم للجامعة تارفيهم ماسترز وبي ايش ديز كلها فهذا مركز زيادة الأعمال معمول عشان هدول الطلاب يحولوا مشاريعهم إلى مشاريع ريادية بس كان المجمع مفتوح للسبكان إحنا كنا ساكنين هناك وأكتر شي ألهمني لما بدأنا نروح هناك أسمع قصص كل المشاريع الكبيرة كيف بدأت من ولا شي كان إلى هداك اليوم أنا متخيلة إن الواحد لازم نكون مليونير عشان يفتح بزنس ولما نسميت قصة كوكاكولا ما باعوا إلا 125 قرورة في السنة أول سنة ليهم oh my god what بدأوا من صيدلية يعني ما قلت أعرف هذه الأشياء قصص كثير مناعلي يعني اللي اللي اختروا صحيح الحين من قاد أتذكر إلا قصة كوكاكولا بس كثير كان في قصص زي كذا إنه بدأوا من ولا شي بس أغلب الأوقات ما بنشوف لزي ما قلت قبل كده إنه ما نشوف إيش الخطوات وإيش اللي صار قبلها نقدر نشوف إنه أوه هما سووها وخلاص صار وناشحين بالضبط فروحت وفكانوا المنترز يقولوا لي أوكي إنت اجتوا بتسوق ثم ووصبوا المنتجات أورغاني قلوا لي إيش تعرف قلوا ما عرف ولا شي قالوا أوكي كنا نجتمع مرة في الأسبوع قالوا أورغاني ما أعرف قالوا لي رح يتعلمي تم من وين وناسكتنا في كاوس وساعة من جدة وكيف حلاقي كورس وكيف حلاقي مدري إيش رحت فتحت يوتيوب وشفت فيديوز كيف نعمل الصابون ورحت اشتريت الأغراض وفيهم كان الأولاد نيمت وسكرت كل شي ورحت عملت صابون ورحت لهم تاني قلت نشوف صابون واو صفقوا وهللوا وكان يعني شعور إنجزت قالوا لي رحي بيعيها كيف أبيعها كيف كيف أروح أقول لوحدة أعطيني فلوس أبيعك هذه وكيف أسعرها قالوا لي رحي بيعيها عارفة هالي الوحي إعملي رحي إبدأي بس إبدأي هي اللي غيرت حياتي غيرت نظرتي لكل البيزنس لكل ومن هاجات يمكن إذا أنا ماعرف شي رحي أتعلمه ما في شي يقف بطريقي ما أعرف أروح أسأل ما حتجاوبني أروح أتعلمه بنفسي وسنة في وقت ما قلت لك يعني ما في أسهل من اليوم اللي تتعلمي شي وفي نفس الوقت تعلمتي إنه متى لازم ما تسوي إنك تاخذي break وتقولي خلاص أنا حسيب الموضوع شوية وبعد كده الواحد يرجع بفكرة جديدة بنفسية جديدة طيب فالسؤال الأخير والسيجمنت لأنه أنا مرة أحب الكتب وأحب القراءة أول كتاب يجي في بالك Oh my gosh دي حين منالة أنا داخلة مرة في موضوع القصص ومرة أحب أسماعي القصص ومرة أحب أحكي قصص ففي كتاب اسمه Story Brand for Donald Miller وما خلصته صراحة صراحة أفتح كتاب وأقراره شوي وأوقف وبس هذا الكتاب اللي جالس قدامي أبوه أخلصه لأنه فين أغير لي منظورتي للMarketing أوكي فمرة أنصح فيه وكثير أسمع ما قعد أقرى كثير قد ما نفسي أقرى يا podcast ينفع podcast يعني زي القراءة لأنه like listening to an audio book and chapters أو في كتاب تاني قعد أسمع له audio اسمه Free to Focus for Michael Hyatt اسمه Michael Hyatt Michael Hyatt وفي بودكاست لسيدة اسمها Amy Porterfield هذه صوتها دائما فراسي دائما أحب أسمع لها هحط اللينكس والأسامي الكتب والبولفين في النوتس حقة الحلقة سارة مرة شكرا مرة مبسوطة يعني علشان الوقت والعارفة بعد ما نوقف تسجيل حني قد نتكلم كمان نص ساعة وإن شاء الله نشوف نسجل حلقة معاك مرتان نشوف إيش سار ألف ألف مبروك على على شارك تانك وسبق الهوامير تحدي الهوامير كلمة تحدي ما هي فراسي على تحدي الهوامير وإن شاء الله نشوف حياة أورغانيكس يعني في كل صيدلية في كل سبر ماركت شكرا شكرا